اشلونكم اغاتي اليوم رح نبلش بالحلقة السابعة من مسلسل وان بيس واللي ما شاف الحلقات الراحن خليت لكم رابطهم بالوصف وتيبدي الحلقة ونشوف باغي يدليهم على مكان نامي اللي صير بجزر كونامي وسانجي يقول للوفي نامي بني ملعبه وبايع ومخلصه الله يستر منه زورة يقول لها انت ما تعرف نامي فاكرمنا بسكوتك وحير بطبخك حسلك ولوفي يقول لهم ترى روحي صير بخشمي اذا تبقون تتناقرون هس اشمركم اثنينكم من نانة ونرجع لوراكم سنة ونشوف نامي لما انشانت صغيرة وهي تلعب ويا اهلها ومتونسة وضارب الدنيا بطقاقية والبستامة روس برتقال عبالك جاي بيهم لديالي وتلعب ويا اهلها ورق وتتذكر هذا الموقف وهي بنصهده للحلوين وتقدر تربح الرهام بكلاواتها اللي ما تخلص واحد منهم يضوج يعني كل ساعة فايزتهم وخصت كل فلوسهم وبهل لحظة واحد يجيها يقول لها ارنول غير يديش بسرعة فعلا تروح له وتضم المالات بالجنطة تفوت الغرفة الخراط اللي تركتها صار فترة وتتذكر قبل تسع سنوات بقرة كوكو اللي تابع الجزر كونامي وهي كانت مراقبة الخراط كلها وتندلها شبر شبر ولما تدخل امها وتضم الكتاب عنها تقول لها جيبي هاي مين اخذتي تقول لها خمطة بتعبي من المكتبة ترزلها وتقول لها ايانا قرية هاي هيشي صاير ايدش خفيفة ونامي تبرر لها وتقول لها قابل تسويت انا ما اذيت احد وامها تقول لها صح احنا ناس في قورة وعايشين على البرتقال واللالنقي بس الحمد لله عايشين بنعمة وسلامة اهم شي وحدة العائلة تقول لها يا عائلة يا سخان بالاساس انت مو امي وتهفها براجزة تقعدها وزن تبتي وتطلع برا تقعد جوا شجرة اليقطين والبلوة هم تلحقها تقول لها اجدعو عيني هو راجدي لا ضارب تشدف رجاني تسويت وتحكي لها قصتها وتقول لها انا من جنود البحرية بيوما من الايام شنا متواجهين ويا القراصنة والخيم محترقية شنا تجعاني ادور على زقنبوت ولقيتكم بالمخيم انت من يومك شنتي حلوة بس هاي اختش تخوف شنها جني وتقشمرة وساولها فرارة من الكشور اللالنقي وتعوفها وتولي ارنولغ يدخل النامي يقول لها انت فخرنة بيشمنة عواضنة صبرهنة هنة ويصير لها حسام برسامة براسه لا شذب شباب ما قالت المهم يقول لها من خلال جقدرنا نعرف مقرات القراصنة والجنود البحرية ديش الفترة جدي اتصالت عالية شان يطلع لي خارج نطاق الخدمة يتقول لها ايم والكورك ما يتصل على الاثير ويتقول لها القوقع عمالتي غرقت وفقدت الاتصال وياك تنطيل خارطة ويقول لها مجرد كم يوم ورح نحكم الشرق الازرق من الطول للطول وقلا نلعب لعب نام يتقول لها انتش خليت على است الدينة كلها يقول لها الميجي بالعين والاغاتي نيجي بالعين الحمراء انت انسانة او فم تشلب الهي السبب رح نطيش مكانة خاصة بالامبراطورية ماتي ويقول لها تحذري رح نزج مهمة جديدة قرية كوكو وصار لهم هواي مغلسين ومدافعي لجزية نامت صدم لانه عاش الطفولة هناك غارب وجمعته يصلون للمطعم عاموت لوفي ويطلع لزيف يقول لها جاينة متأخر سجلنا غياب غاربي يقول لها سمعتك التعبانة طاشة بكل مكان زيفي يقول لها حبي ابشرك اني تبت وعفت القرصنة هس انفتح لي مطعم واشتغل على باب الله وغاربي يقول لها اني جايك تنطيني معلومات على لوفي وزيفي يقول لها ما اعرف واحد به شي اسم غاربي يقول لها دعوف هالسوالف وتعال عازمك على اللفة فلافل بها اللحظة يكون لوف وفريقي وصلوا جزر كونامي ويلقوها تشولا والصوصي وكل الخيام فارغة عبالق طاقة بها عبوه ويعرفون بالقراصنة لاعبين بها شاطي باطي يدخلون جوه يلقون الجنود لامين الناس عبالق دي لعبون محابس ويطلعون دي لومون منهم فلوس الجزية ويكونون سكان المنطقة معترضين لانه داقهم الهبري ووضعياتهم عظا نعال تدخل لهم نامي والوفي ريدي يروح لها بس زورة يمنع اخوتها تشوفها تغلط عليه وتمشي ونامي تشوف نفس الجندي حارس المكتبة اللي رجعت للكتاب وهي صغيرة والجندي يقول له ديبوغيلي الشغلة براسها حاض بيقات الكتاب وبهالا اثناء الناس تنثول والقراصن يطبولهم يدخل لهم ارنولغو شلطة العفطية ويحشون الاخضر واليابس نامي وامه يطفرون وارنولغو يقول لهم هاي المدينة مالتي ابو خشم بعدها استقوطة بها صارت مالتي المهمة الجندي يتواجهوا يهم ويروح بالرجليين الصير فوضى والامطافر يصير ستة بلف وهذا النغل يصير عليهم كريتوس يضال يقطع بالدارة ويشلع البيت من مكانه ويشمره نرجع للحاضر ويشوف الجندي الاستعايش ينطيه لفلوس تشوفين وتقول له هاي ناقصات يقول لها الله يخليك مش شوفين حفاي وكاتلنا الفقر الله عليك بس هالمرة وبهالا اثناء اشوف لوفي وجماعته وتروح لهم يقول له هاي جابتي هنا تقول له هذا مكاني ولوفي يقول لهذا تريدين مساعدة احنا بالخدمة تقوله كل شي ما اريد منكم هاي شكولاتكم الزفرة ما اريد اشوفها هسا تولون من نانا انتو ما فحكوا وضحكت عليكم واخذت الخارطة منكم لانه ارنول غراده بحياتي ما صارت جزء من هذا فريقكم العاوي اخذوا سفينتكم والدعبلوا من نانا وتكمل كلام هاوية وتعوفهم وتولي ايا عوبة عليها الدقة صوش لوف العار هاي اللون المكانة اعلقها من شعر هون على الابوها لابد يطلع وراها المهم زوره يقول لهم انتهى الكلام يمشي نطلع من نانا لوفي يشوف الجندي يقول له من يا هاي اوم شعر البرتقالي ولوفي يقول له احنا صيادين القراصنة سمعنا طالبين بارنولغ عرض مغري ولدنا نصيدة الجندي يقول لهم اجوي ناز غيركم ضعف عددكم وضعف حجمكم همين طبوا على اساس يعلسون ارنولغ وهم اللي ينعلسوا انصحكم ترجعون وتبطلون حماوي واذا مصرين على الموضوع اكو طريق مختصر مننا رح يطلعكم على مكان ارنولغ فعلا يطبون بالطريق وكان المكان كله زارعين بي لا لنقي عبالك مادرش اكو ويوسو بالجوع كل ساعة ما كله وحده يصلون بيت صغير وتطلع لهم اخت نامي بالاسلاح لو في يقول له بس علي كيفتش نزل اسلاح اش خلت فاهم اعتقد عندش مشكلة ويا نامي ترى نامي كانت من فريقنا بس انت شلبت علينا قلت قلنا نامي ما عادها صاحب صديق الشي اللي تريده تاخذه ومتبع وراها لازم انتو هم ضحك عليكم روحوا منا ما قدر اساعدكم سانجي يقولي لشن راييش اسويليش فاد اكل بحياتش مضايقة منه مقابل تنطينا المعلومات للريده اتوافق ويدخلون جوه يسوون حفلة وارنولغ يشغل موسيقى ويقوم يردح عليها واحد منهم يقوم يتفل ع السمه بشعلات نارية وكانتش كونه متلعب 66 نفس حرام بشكل النعال احلى منه نامي توصل وهي جايبة الجزية مع الجزر كونامي وتقولي اريد احتيو ياكو بخصوص قرية كوكو بس بها اللحظة يطبون حرس السواحل ويقولولا شلون يعني بلاويكم متخلاص الى متى راح نبقى نطمطم لكم بخياساتكم ينطي فلوس يقولي شو بس ذني يقولي لعدة صعد فوق خلنت فان اخت نامت جوعية الزقنة بطبخ سانجي وتكمللهم القصصة وانو بقوا القراصنة مطارديهم وقومهم وتختلهم بالسرداء وتسحب السلاح تنتظرهم ويدخلون يدخل ارنالغ وعا السرع يسحب سلاحها يقولي الهواء لمكن برتلي هنا ده تلعبين تقييم ابويا جزيتكم ميت الف الكل شخص بسرعة امشي جي بيها تنطي المبلغ واول ما ريد يطلع يسمع صوت حركة يخنقها ويطيعون المسر دام يقتلون وراها يطلب منها جزيتهم يدخلها لزقة ما تشبع فلوس ما عندي انطيك ورأسا يسحب السلاح عليها ويطيش شراسه وهذا اني يقوماني لطمين كل الموجودين يتأثرون ولوفي بعد ما سمع القصة يطلع هو وزوره يقعدون فوق السطح مثل المطيارتية ولوفي يقول لزوره اكو شغلات مو قانونية ده تصير هنا نام ابنية صالحة ومتطلع منها هيكي سالفة هي حال يندس سعد ارنالغ اللي يعلس امه اكيد ده تخطط الشي وخفر السواحل يقولون لارنالغ لازم تدارينه وتلعب ايدك احنا بعدين عنكم الجنود البحرية ومخليكم الصولون وتجولون هنا براحتكم ينطي لفلوس ويعوفه ويمشي نام تدخل ويقول لها قبل الغروب اريد لفلوس حاضرة وزيف يخلصها سوالف ويا غارب ويلهي حتى يكسب وقت بين ما لو فيه ياخذ الخارطة يجي كوبي شاوره ويقول لهم امشوا الروح الجزر كونامي زيف يقول لها من رايح قاعدين غارب ما يهتم له ويعوفه ويمشي يوسف يسوله قنابل وباغي يقول لها انت فرحان بهاي قنابلك السخيفة هاي حتى جلده ما تخترقه ورأسا سانجي ستحلقه ببرتقاله نامي باليالي تروح بين الاشجار اللالنج وبدون محل يدري تحفر قبر امها والطلعة اختها تيجيها تقول لهاش هالعرامة مالتش هاي اللي تخليش تنبشين قبر امي تهيبدها بالحديدة وقوة لحقة تتوخر تقول لها بس عليك كيفش خلنت فاهم تضربه بالغلط تيجي بالقبر وتطلع فلوس منه تنصدم تقول لها شنو هاي ولتش الفلوس اللي دت بوقيه ندج معيه بصف قبر امنا تحشيلها القصة وانه بعد ما علسه وامها تروح لارنولغ يقول لها ها جاية تاخدين ثارتش تقول لها لا جاية انظم الفريقك يضرح كون عليها ويقول لها حسن لتروح الرضع ممية الشوفة خارطة رسمتها بادق التفاصيل وارنولغ كل شي نعجب برسمها وارنولغ يقول لها انت لوتي هاي اللي فلوس اجمعها حتى اخلي قريتنا اللي عيشنا بيها تعيش بسلام وامان وحتى نخلص من هاي النماذج الطايع حظهة تقول لها اني اختش ليش ما قلتي لي وصدفة يجون حارس السواحل ويقول لهم سمات القراصن اريد يضمون فلوس بهالمنطقة يشوفون الخزنة يقول لها عاشة ايدش خوش بايقة هم بوقي هاي اللي فلوس لازم نصادرها يقول لهم الله عليكم عفوها هسا ارنولغ يعلس القرية كلها ينطوها لاذن الطرشة وياخذون هاي اللي فلوس الحلوة ويروحون تتخبل عليهم واختها قوة لازمتها تفك نفسها وتروح لهم ركض ارنولغ يلم جماعة الحلوين ويقول لهم اخوتي الابطال البشر جباناء ما يقدرون علينا ايا جبان يا ابني الجبان شباب اشو هاذا هم رجع يغرط علينا المهم ويقول لهم لازم نرجع النظام لهالعالم ونحكمه هذول البشر مو مالحكم بهايشة ما اسرحهم قرية كوكو الادابسيزية لسه ما جابوا الفلوس بس نستفتح بيهم وجماعة على اي شي يقول ايها وسولة نامي تتعب بمالركض وتقعد تبتشي وهي تخرب بلوة شمالتهم وفجأة يلزم ايدها لوفي تقول لان لمو قتلك روح منانة يقول لها عرفت كل شي ما يحتاج تحكي وتقول لها ابوس ايدك ساعدني الحر مبشار بالخير ولوفي يزع قبعته يخليها على راسه ويقول لها بالخدمة مباشرة يرجع الجماعة يقول لهم صار الوقت يمشي نطبولهم وبهاي اللحظة يشوفوهم طبوا على قرية كوكو وصمطة وابو ابوها يبوش رحي خلصنا من نامي هاي بس تريدي لها حجة على اي شي حتى تبتشي ولهنا والله وتخلص الحلقة انتظروني بالحلقة الاخيرة ومع السلامة وهيهي ها هاي